بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بحضراتكو. طبعا انا بعتذر للصوت اني يعني عندي برد ممكن تقول كورونا مفيش اي مشكلة بقالي فترة فالحمد الله ربنا يعفينا ويعفيكم. طيب انا حبيت ان انا اسجل المحاضرة ديت على شكل سريع كده عشان اقول لكم اني طبعا احنا كنا قلنا قبل كده ان العملات الرقمية ان شاء الله هتعمل بامب كبير جدا وضربنا امثال لكثير من العملات. والحمد الله يعني رشحنا بعض العملات اللي هي عملت طفرات. طيب اجلب العملات هتعمل طفرات. تمام? لكن هو المشكلة في الوقت. يعني العملة دي مسلا عملت 67% و هتلاقي العملة دي عملت 33% و دي 43% دي فترة قصيرة و هتجد بقى في عملات عملت اكتر من 200% يعني بص اه العملة دي عملت 286% ده أقل من 10 ايام تمام؟ 286% و هتلاقي بقى حاجات كتيرة شبه هذا النظام. فطبعا دي بقول لك ايه هنا 244% هذه العملة جي امي تي عملت 244% فاقل من 10 ايام. فطبعا بتكون فرصة هائلة للاستثمار. يعني العملات حاليا اغلب العملات هتعمل بمب كبير تمام وفيه عملات هتعمل الف ضعف فيه عملات هتعمل مئة ضعف لمدة قد ايه انا اعتقد من ست شهور الى نهاية العام يعني من ست شهور الى نهاية العام هيعملوا بمبات كتيرة جدا لان طبعا بسبب الحروب وبسبب الكورونا وبسبب حاجة كتير طبعا الناس خسرت خسارة كبيرة فحبين ان هم ايه يدخلوا السيولة في العملات الرقمية ويعوضوا خسائرهم من الاسواق الاخرى فدخلوا بقى سوق الكريبتو وبدأ سوق الكريبتو فعلا يشهد الارتفاعات عجيبة انا شفت عملة عايزة وراء لكم طبعا العملة دي مرضو 109 بالمئة في اقل من اربع ايام خمس ايام يعني 109 ودي خمسين بالمئة فطبعا فرصة هائلة لما تيجي تشوف العملات الاخرى طبعا بعض العملات مبقاش مدرج على منصات جيدة يعني دي طبعا دي عملة محترمة طبعا 57 بالمئة تمام في وقت زق بص دي 30 بالمئة فطبعا انت بتتكلم في ايه بص العملة ديت 6511 تخيل كده لو ساعتك كنت بتستثمر في هذه العملة بقى 10 دولار مثلا تمام يعني مجرد ان انت استثمرت 10 دولار خلاص هو ده بقى يعني حاول تعمل تنويع وتذاكر جامد قوي في هذا السوق بحيث انت ممكن تدخل ايه في كل عملة بخمسين دولار تمام؟ الخطة ان انت تدخل مثلا بألف دولار وكل عملة خمسين دولار لان لو عملة واحدة منهم عملت معاك مضاعفة مئة دعف، خمسين دعف، ثلاثين دعف خلاص انتهى الامر فاهم قصدي؟ والعملات الاخرى هتبقى برضك عملة ايه؟ عملة نسب نجاح جيدة تمام؟ لكن انت مفيش حد ابدا هيقدر يختار العملة اللي هتعمل 6000% ويضع فيها كل المساري ما كانش حد غريب تمام؟ فانت عشان مش عارف اكتر عملة هتعمل ارباح خلاص ادخل وعمل تنويع لكن ده افضل سوق بالنسبالي في الوقت الحالي كاستثمار يعني ده بصراحة طبعا كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة شهر رمضان انا حبيت بس انبهكم لازيل مسألة اللي انت لو مش شغال عملات رقمية في هذا السوق لأ هيفوتك كتير جدا خصوصا لستة اشهر القادمة ان شاء الله انا اعتقد ان في عملات كتيرة قوي هتعمل 1000 ضعف ركز ركز قوي لان انت ممكن 100 دولار يتحوله الى 100000 لمجرد ان انت اخترت صح فقط اعملت دراساتك واخترت صح تمام؟ فان شاء الله خير وانا طبعا انا متفرغ الفترة المقبلة ديت لعملات رقمية طبعا ومتفرغ لتسجيل المحاضرات الخاصة بالدورات المختلفة فان شاء الله ننتهي منهم على خير وركز بس انت في العملات رقم بوصي كل ده ارتفاعات عجيبة بوص ده 60% العملة ديت فكل عملة لا عملت السوق بصراحة داخله سيولة هنا دي 73% يعني مش عملة واحدة كنا زمان نشوف ايه؟ عملتين تلاتة دي 45% كنا نشوف مثلا ايه؟ كم عملة بوص دي 95% كل الاول ثلاث عملات اربع عملات هما يعملوا ايه؟ تفرات لا دلوقتي ممكن تشوف 20 عملة 30 عملة 50 عملة عملو تفرات كتير فطبعا ده بيكون ناتج ان السوق دخله السيولة كبيرة جدا بالتوفيق ان شاء الله وعلى وعد باللقاء بس الواحد بس يشد حيلو ادعو لي بالشفاق وان شاء الله معاكم شكرا جزيلا